اشتركوا في القناة 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 انا محبروه وفي الاوماع من الصحابة لكنه بالتبة لأنه كان نفسه لهم من الروح في صحابة اوَزان زندگاه ونانطل اعتبار وانطلت منه من السلس مرات وانطلت بصداية ومحظو الله لهم ومصلاح البنسلب محمد بن مسلم المترجم للقناة 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 فاستبشر كعب وقال والله لتملنه فاستغرضه محمد بن مسلم طعاما أو تمرا واتفق معه على أنه يرهنه السلاح يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتعبنا بطلبة السدقة وكذا قالوا له وقال الله حيقلكم تملوا لكن أنا إن شاء الله بساعدكم وأحاولوا يأخذوا منه قرض سلفة يعني سلفية مقابل يرهنوا السلاح سلاحهم معه وجاءه أبو نائلة فتحاور معه بمثل حوار محمد بن مسلم وقال إن معي أصحابا على مثل رأيي أريد أن أتيك بهم فتبيعهم وتحسن إليهم فقبل ذلك منه وفي الليلة الرابعة في الليلة الرابعة عشر من شهر الربيع الأول سنة ثلاثة هجرية جاءه المذكورون السحابة دير يعني ومعهم السلاح فنادوه فقام لينزل وكان في حسنه وكان حديث أحد بعرس فقالت له زوجته أين تخرج هذه الساعة أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم فلم يبالي بقولها ولما نزل ورأى السلاح لم يستنكر لما سبق بينه وبينه من الأحد وأخذوا يمشون ليتنزه ومدح أبو نائلة رائحة عطره واستأذنه ليشم رأسه فأذن له في زهو وخيلاء فشمه وأدخل فيه يده وأشم أصحابه ثم أستأذنه ثانية وفعل مثل ما فعل ثم ثالثا أيضا فلما استمكن من رأسه في المرة الثالثة قال دونكم عدو الله فاختلفت عليه الأسياف دون جدوى فوضع ابن مسلم معولا في ثنته وتحامل عليه حتى بلق العانى فصاح صيحة أفزعت من حوله وسقط قتيلا وأوقدت النيران وأوقدت النيران على الحصون لكن رجع المسلمون بسلام وقد خمدت نار الفتنة التي طالما أقلقت المسلمين وكمنت أفاعي اليهود في أجحارهم لفترة من الزمن بعد العملية الفدائية بعد العملية الناجحة اليهود ابناء الحياة والأفاعي خمدوا في بيوتهم وتأدبوا من أدى المسلمين بعد كده سرية القردة شنه هي سرية القردة تكلمنا فيها قبل شوية قبل شوية تهاجنا ديباتا وفي جماد الآخر سنة الثلاثة أرسلت قريش قيرا يعني قافلة لهم إلى الشام عن طريق العراق التجارة كانت قائمة بين الشام ومكة كان يمشي يشتروا ويجيبوا وخلوا طريق بدر وماشيين ويطريق آخر الشام عن طريق العراق لتخترق نجدا إلى الشام ولم تمر بقرب المدينة وكان يقودها سفان بن أمية وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الزيد فأرسل الزيد بن حارثة في مئة راكم فهدمها زيد وهي تنزل على ماء في نج أول ما القافلة دي جوا نزلوا في محل موية في نج يسمى بقردة المكان دي يسموه بقردة فأرسل 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 يسموه بقردة فاستولى على العيري بكل ما فيها كلها وفر رجال العيري بأجمعهم كل لإنسا ولا الزيد ولا زوادت وإلا كل استلامياء لبقردة الفارس وأسر الدليل دليل لقبيل مع الرحوم على الميرح يوم إنسان لقبيل للأمر والسلال للأمر لما الرحوم على دليل وإنه أبطع وفرعت بن حيان اسموه فرات بن حيان اللي تبهل على الدليل لنا يوم الفرات بن حيان فأسلم يعني ربما نعلي وفأسلم دخل الإسلام وقدرة القنيمة بمئة ألف اللي لدليلهم لعلى اللي فرات بن حيان اللي تبهل تعبطها ولا قنيمة لكاسبو بمئة ألف من الدراهيم وكانت أوجع دربة لقريش دربة حقو ولا ألبو لقريش علت تلقتها قريش بعد قزوات بدر هذا وصلى الله وسلم عن نبينا محمد إن شاء الله دي بحلقة تكفالة مطي قزوات أحد اللي كمان بدر لقبقتها فالهاكم الله لا تتعيم ولهاكم الله هقيا عرورو لوطوم دبديبة إن شاء الله دي بخير ودي دحان السارع منكم إن شاء الله من رأس لقائد متلى اللي تتاكونا من رأس حيث هقيا إن شاء الله با نتري دي بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة